السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد رفع حضر التنقل الليلي بالمملكة عضو باللجنة العلمية يصدم المغاربة قال مصطفى الناجي الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو اللجنة العلمية لكوفيد 19 أن هناك احتمال كبير للعودة إلى تشديد القيود إذا لم يتم احترام التدابير الاحترازية من طرف المواطنين المغاربة وأوضح الناجي في تصريح صحفي أن قرار رفع حضر التنقل الليلي والسماح بالتنقل بين المدن بكل حرية لا يعني أن الوباء انتهى بل الفيروس لا زال يوجد بيننا ويمكن أن يتم في أي لحظة تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات وأضاف نفس المتحدث أنه يجب على الجميع احترام التدابير الاحترازية والمتمثلة في وضع الكمام الواقية والتباعد الجسدي بالإضافة إلى الابتعاد عن الأماكن المكتدة والإشارة فإن الحكومة قررت أمس التلتاء رفع حضر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يومه الأربعاء العاشر نونبر 2021 الجاري